الهيئة العامة للكتاب نصف قرن من المعرفة نصف قرن من الإبداع نصف قرن من ما يمكن تسميته بالقوة النعمة في التاريخ المصري لا يوجد مبدع مصري إلا وبدأ في الهيئة العامة للكتاب الهيئة العامة للكتاب عبر نصف قرن نشرت ما يزيد عن 40 ألف عنوان هذه الكتب ما بين كتب مترجمة في الأدب في الفكر في الثقافة في السياسة دار النشر الحكومية بدأت في فترة شعرت الدولة المصرية أن قواتها الحقيقية في ثقافتها وفي معرفتها منذ قيام ثورة يوليو عام 1952 والتنمية الثقافية تسير جنبا إلى جنب مع الخطة العامة للدولة لذا كان التخطيط لإنشاء هيئة ثقافية حكومية تتطلع بمسؤوليات وزارة الثقافة في مجالات التأليف والترجمة والنشر في نهاية عام 1961 صدر القرار الجمهوري بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للأنباء والنشر والتوزيع والطباعة وفي عام 1962 تقرر تغيير اسم المؤسسة لمسمى جديد هو المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر في عام 1965 صدر القرار الجمهوري بدأسيس شركة الدار المصرية للتأليف والترجمة ويتلخص الغرض من إنشائها في مباشرة التأليف والترجمة وإحياء التراث بما يكفل تبادل المعرفة ونقل الثقافات المختلفة في منح الأدب والسياسة والفنون والعلوم وإصدار الكتب والسلاسل المتنوعة وفي عام 1966 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة في عام 1969 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ويكون لها شخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف وتوجيه ورقابة وزارة الثقافة أول كتاب نشرته في حياتي كان مسرحية مترجمة باسم فاصل غريب للكاتب الأمريكي يوجين أونيل ونشرتها في الهيئة العامة للكتاب التي كان اسمها في ذلك الوقت دار الكاتب العربي الهيئة العامة للكتاب على مر العصور التي مرت بها كانت رمز متعدد المعاني رمز للثقافة الوطنية المستقلة رمز لالتفاف المثقفين حوله مشروع وطني وقومي يعتزون به وفي عام 1969 في الثاني والعشرين من شهر يناير أقيم أول معرض دولي للكتاب نظمته الدكتور سهير القلماوي رئيس المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر آنذاك بأرض المعارض بالجزيرة وعرض فيه مئة ألف كتاب وأقيمت على هامشه ندوات وحلقات نقاشية هامة بحضور مثقفي مصر والعالم العربي وكان ذلك بمثابة رسالة ثقافية لمواجهة مرارة نكسة يوليو عام 1967 في عام 1971 صدر قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة عامة باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب تتبع وزارة الثقافة المصرية ويكون مركزها القاهرة الهيئة مدت يدها للمثقفين في ذلك الوقت لكي يقدموا أنفسهم للقارئ الهيئة لم تقتصر على نشر الأعمال الإبداعية للكتاب المصريين وإنما نشرت كثيرا من الأعمال الإبداعية للكتاب عرب أذكر منهم الآن حنمين وآخرين يعني رشرت أعمالهم من خلال الهيئة العامة للكتاب اسم حميم جدا بالنسبة لي أنا شخصيا وأعتقد بالنسبة لجميع الكتاب ففي الهيئة العامة للكتاب نشرنا كتبنا الأولى ووجدت من الرعاية والحفاوة ما بعث فينا الحيوية والثقة بالنفس نحن عندي صلة روحية وأساسية مع الهيئة المصرية العامة للكتاب تقوم على أساسين الأساس الأول أنها الذراع الثقافي لمصر في نشر الكتاب وهي الأساس اللي بيبني عليه الدور الثقافي لمصر كله في عملية النشر وأيضا معرض القاهرة الدولي الكتاب اللي أقيم لأول مرة سنة 1969 بمبادرة عربية ورغبة عربية في الرد على نكسة الخامس من يونيرو سنة 67 هو أيضا جزء من عمل الهيئة وجزء أساسي من عمل الهيئة والزراع الثالث هو مكتبة الأسرة أو القراءة للجميع اللي بتتولاهم هيئة الكتاب إن ذكرنا طا حسين إن ذكرنا عباس محمود العقاد إذا أي كاتب في مصر لا بد أن ينشر في هيئة الكتاب لكي يتصل كلماته للناس ولكي يشعر بانتماء المصر وارتباطه بيها الهيئة بتعمل في النشر مسألة شديدة الأهمية أنا بتنشر كتاب جيد بسعر رخيص وأنا كلمة سعر رخيص مش جملة عابرة لكن بالنسبة لقوة الشرائية بالنسبة لأولوية شراء الكتاب بالنسبة للأسرة المصرية مهم جدا أن يكون سعر الكتاب في متناول الناس لدينا منافذ بيع منتشرة في أنحاء الجمهورية 27 منفذ على مستوى الجمهورية لدينا منفذ مهم في بيروت نشارك في كل الأقطار العربية كل عام متواجدون في كل المعارض الدولية يبتدأ من أكبر معرض في العالم اللي هو معرض فرانكفورت معرض نيويورك توكيو كل المعارض في كل الأقطار الأسيوية والأفريقية والأوروبية متواجدون بقائمة محترمة كل عام من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب أنا أساساً من محافظة سوهاج وجدت القاهرة من ضمن أهم سياراتي أن أنا لازم أزور المعارض الدائم للكتاب وبصراحة كتب الهيئة ممتازة لأنها مش كلها متوفرة عندنا في الصعيد فأنا أول ما بيجي القاهرة على طول بنزل المعارض الدائم الهيئة بكل مشاريحة سواء كان مكتبة الأسرة أو معارضها الدائمة أو معارضها المختلفة فهي تسهم إسهاماً كبيراً في دعم الثقافة والمثقفين فكرياً ومرجعياً لتحقيق إنجازات تكون مؤسرة على المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو الدولي وفي عام 1993 انفصلت دار الكتب والوثائق عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعد أن كانت كياناً تابعاً لها لتستمر الهيئة في ممارسة عملها كناشر حكومي وهيئة مستقلة بذاتها قامت الهيئة في بداية هذا القرن بإنشاء بطبع مشروع مكتبة الأسرة الذي زاد الآن عن 1422 عنوان أعتقد أن الهيئة العامة للكتاب طوال هذا التاريخ الطويل ومعرض القاهرة الدولي للكتاب قد شكل معاً حالة ثقافية إنسانية حضرية هائلة جداً كانت بمثابة القوة النعمة للثقافة المصرية والسياسة المصرية مكتبة الأسرة أحد روافد مهرجان القراءة للجميع لعل القراءة تكون هي الشمس التي تنقشع معها غمامات القبح والجهل والتطرف مخلفة أثراً عميقاً من التحضر والإنسانية والعقلانية من سنة 1994 كنت بتابع مكتبة الأسرة الإصدارات بتاعتها كنت بشتري الكتب اللي أنا مش قادر أشتريها من الدور النشر الأخرى بمبالغ زهيدة تعتبر مكتبة الأسرة بالنسبة للتقنية كمان بتاعتها يعني تعتبر جيدة وبالنسبة طبعاً لاختيار المادة أنا بدأت علاقة بمكتبة الأسرة عام 1994 كان الفكرة جديدة أيامها قدرت أن أكون مكتبة لبأسة بها من الكتب الأسعار كانت زهيدة جداً بالنسبة للمستوى المواطن العادي أنا شرفت إن أنا أخدت المركز الأول إنيس في مصابقة مكتبة الأسرة لقراء مكتبة الأسرة والحياة المسابقة كانت على ثلاث مراحل وفي كل مرحلة بيكون فيها بعض من الأسئلة في كل المجالات الثقافية والأدبية والشعر معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الجديدة هذا العام تشكل نقلة حضارية جديدة تماماً سواء في مستوى الكتب المعروضة من الناشرين أو في مستوى حتى المعروض من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب أو في البرنامج الثقافي يقدم هذا العام برنامج ثقافي حافل في كل مجالات المعرفة يبدأ بقضايا المواطنة وصولاً إلى حوارات ثقافية وفكرية مع كبار المبدعين من الشعراء والمفكرين متعة من المعرفة ومن الثقافة ومن التواصل مع إبداعات كل الأجيال من خلال هذه التظاهرة الثقافية الحضارية الإنسانية التي حرصنا هذا العام على أن تكون جديدة جديدة في شكلها وجديدة في موضوعها ومضبونها الهيئة المصرية العامة للكتاب تاريخ طويل عبر من خلالها كافة مبدعي ومفكر مصر والعالم العربي للحد الذي يمكن معه القول إنه لا يوجد مبدع لامع في أي مجال إلا وكان عمله الأول والفارق في مسيرته الإبداعية في الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي يؤكد تاريخها الحافل والذاخر على أن الكتاب بكل صوره وأشكاله سيظل مصدراً خالداً للمعرفة والتنوير والحضارة وتبقى هي حقيقة ضميراً للوطن ترجمة نانسي قنقر